الفنانة بلقيس غنأت أغنية باللهجة المغربية وتقناتها كانوا الفنانين العرب اللي غنوا باللهجة المغربية ومنشحوش لهم الأغاني هي خدمات مع فريق شباب الكليب زوين مغربي مئة في المئة من تقاليد من اللباس من اللهجة يعني شفتي الأغنية ديال بلقيس اسمعتها رأيتها تخلت للصباح الأغاني تعال تشوف عجباتني الأغنية بزاف عجبتني الكليب أكتر الأغنية جميلة زوينة بزاف بعض الكلمات ما كنتش بتتفق معهم وحتي شوي قام بقاصحين ولكن على العموم أغنية زوينة كليب رائع جدا بلات يعني فتحوا قوس يعني قاصحين مريم فارس مسكينة أغنية ما كانش عارفتها تقوله تلاح تلاح حنا بتنقولهش تلاح تلاح اكزاكتو يعني كانوا بعض الكلمات فيه ولكن على العموم زوينة أغنية كان عندما مشكلة تكفي بعض الكلمات باللهجة المغربية مقعب عليها أن اللهجة المغربية صعبة ولكن تبارك الله على العموم كليب رائع أن الفنانين عربي يغنيوا باللهجة المغربية هذا أكبر دليل أن الأغنية المغربية دياننا أولت لا تندنس ولأي واحد يريد أن ينجح دابا ويكتازح العالم العربي ويدير شي شيء جديد يدير اللهجة المغربية بالعكس هذه تحيير كل فريق العمل اللي هم أصدقائي تبارك الله عليهم والبارحة تصلت بعبد الرافع العبديوي المخرج لأنه كليب في المستوى الرائع لديه غني التكنيك وقلت له إن شاء الله نتشرف أنه يكون عندي تعامل معك والأغنية ما شاء الله عليها يعني ذوينا متى تكون مادة الموين التكنيك تكونوا وارين بيانسور يكون إبداع كذلك لأنه ليس هالفلوس نقدر نطلع به كليب وإنكين خاص الرؤية ديان المخرج وديالفريق العمال بيانسور على العموم عمل رائع يعني صراحة بكل صراحة ولينا الشرف إحنا كمغربة أنا فني معرب ولو كيد تجهل هاد لها تندنس